تانية الحيئة موضوع مهم عاوز اناوه عليه واتكلم عليه لانه الحيئة يخص وزارة الزراعة ويخص بالذات وبصفة خاصة لجنة موبيدات الافات الزراعية هيئة الانزارة السريع للاغزية والاعلاف التابعة للاتحاد الاوروبي الحيئة سجلت بعض الملاحظات خلال العام الماضي عن استخدام الموبيدات بصفة عامة وكانت بالنسبة لمصر الحيئة الملاحظات جيدة جدا انا هستعرضها مع حضراتكم بسرعة علشان تشوفوا المجهود اللي بتبذله الوزارة المجهود اللي بتبذله لجنة موبيدات الافات الزراعية وكمان المشكلة فين يعني كانت الملاحظات الخاصة بموبيدات مسجلة على نفس المحصول كانت سبع ملاحظات فقط بنسبة 13 و46 من 100% يعني ايه ملاحظات خاصة او مسجلة على نفس المحصول يعني المزارع احيانا بيبقى فيه موبيد معين لان اخدوا بالكم تسجيل الموبيد يعني الموبيد بيتم تسجيله على افة وعلى محصول مرتبط بالاتنين دول احيانا المزارع يستخدم الموبيد المسجل على افة ماشي وعلى محصول يستخدمه على محصول اخر فده بتعتبر ملاحظة يبقى دي من ضمن الملاحظات اللي سجلتها هيئة الانزار السريع ودي تخص الحياة المزارع انت تاخد بالك لانه القصة في يعني في منطقة الخطورة الموبيد المسجل على افة على محصول تستخدم نفس الموبيد على افة وعلى المحصول ما تستخدموش على محصول تاني لان المحصيل الاخرى عليها توصيات اخرى يبقى نلتزم بالتوصيات الفنية الخاصة بجميع الافات على جميع المحصيل كمان النقطة المهمة موبيدات مسجلة على محصيل اخرى بمعنى انه الموبيدات فعلا مسجلة على محصيل اخرى كان عدد الملاحظات الخاصة بهذا الموضوع تسعة وثلاثين ملاحظة بنسبة خمسة وسبعين في المائة وديت برضو السبب فيها سوء لاستخدام سواء كان المبيد بيستخدم بطريقة خاطئة من ناحية انه مخالف للتوصيات يعني بمعنى ان انا باستخدم مبيد هو موصبه على محصول وانا باستخدمه على محصول تاني بقى ده مخالف للتوصيات الفنية كمان مبيدات غير مسجلة بالمرة كانت عددها اربع ملاحظات بنسبة سبعة وتسعة وستين من مية في المائة وديت معناها ده بيدل على المجهود الكبير اللي بتقوم به لهيئة الرقابة او اقسام الرقابة او كل الجهات الرقابية اللي بتراقب عملية استخدام المبيدات وبالذات على الحدود على الحدود المصرية لوقتي الحمد لله التهريب بدأ يقل المبيدات المهربة ما يكون عند ان الوزارة ولجنة مبيدات الافات الزراعية بازلة مجهود كبير جدا في هذا الموضوع كمان يعني لو في ملاحظات اخرى كان عددها اتنين وانه كل الملاحظات دي بتخص المزارع المصري معظمها لانه لما يكون عندي مبيدات مسجلة على نفس المحصول وفي ملاحظات عليها معناها ان في مشكلة في الجرعة معناها مشكلة في طريقة الاستخدام او طريقة الرش او توقيت الرش يبقى مهم او المزارع ياخد باله من الكلام ده يستخدم المبيد المناسب او الموصى به على الاف على المحصول وبس ماستخدموش على محصول تاني طب انا لو استخدمت ده او المزارع يجبش اي نتيجة ويرجع المزارع يشتك ويقول المبيدات فيها مشكلة طريقة الرش مهمة علشان اشوف الافة موجودة فين ومحلول الرش بتاعي يوصل للهدف يوصل للافة في مكان موجودها كمان توقيت الرش وده وتتكلمنا عليه برضو الحرارة المرتفعة ممكن يتكسر ويتحول لمركبات اخرى غير فعالة اذا كل هذه الملاحظات بتصب في صالح لجنة مبيدات الافات الزراعية وبتصب في صالح الاجهزة الرقابية سواء كانت في المعمل المركزي للمبيدات او حتى اجهزة التفتيش في مدريات الزراعة المختلفة ان فيه فعلا جهد جبار مبزول في هذا الموضوع وطبعا احنا ماشيين في هذا الاتجاه بحيث ان الملاحظات دي تقل بصفة دائمة ولجنة مبيدات الافات الزراعية ايما بدورها الحياة في الموضوع ده ويمكن موضوع او برنامج مطبق المبيدات هذا البرنامج معمول اللي بيتم تدريب فيه الشباب في جميع المحافظات لتلافي كل هذه الملاحظات يبقى احنا عاوزين بس المزارع يهتم بالتوصيات الفنية ويسمع التوصيات اللي احنا بنقول عليها ويلتزم بالكلام اللي احنا بنقول عليه لان داية ملاحظات الحياة مهمة لكن الحمد لله وليلة جدا لكن بطريقة الاستخدام وبالالتزام بالبطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد وبالتالي لازم حي لجنة مبيدات للقافات الزراعية برئاسة استاذنا الدكتور محمد عبد الجيد على المجهود الحياة اللي بتبزله في هذا المضمار